داهمت الأجهزة المختصة إحدى المناطق في لواء بياد رواد السير بهدف منع أصحاب صهريج من تعبئة مياه غير صالحة لشرب من مصادر ملوثة وبيعها للمواطنين وزارة المياه والري أصدرت بياناً قالت فيه أن أصحاب الصهريج لاذوا بالفرار من الموقع بعد وصول فريق المداهمة التي تمت بالتعاون مع متصرفية اللواء وعدد من الجهات المختصة وبحسب البيان تمت مصادرة كافة المضخات والخرطيم وإزالة الاعتداء على الكهرباء من الموقع وإغلاق المكان بالإسمنت